مدرية ميدي في محافظة حجة التي دمرتها الميليشيات الحوثية ستعود قريبا ببناء حديث وضراز فريد فريق هندسي من البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن يقف على المدينة وما تحتاجه من متطلبات حكومية وسكنية طبعا احنا كفريق اليوم مدني نازلين لاكتشاف منطقة ميدي جميع الاحتياجات الضرورية لإعادة إعمار المدينة جميع الاحتياجات الضرورية لبداية بنية سكنية صحيحة بإذن الله في هذه المنطقة أساسيات المعيشة في ميدي سابقا معدومة والبنية التحتية غير متوفرة أمر يتطلب دراسة دقيقة حتى تتم إعادة إعمارها وهذا ما قم به الفريق المختص نقول للمواطنين أهلا وسهلا بكم في مدينة ميدي بعد إزالة وتصفية الثامنة للغام وإن شاء الله تدخلوها آمنين غير ما كانت ميدي عليه سابقا إعادة إعمار المدن والمحافظات اليمنية بدت واضحة في أرجاء اليمن رغم المحاولات المستمرة من الحوثيين بعرقلتها وهدمها ها نصفيا العربية محافظة حجة ترجمة نانسي قنقر